بيسوس مثلاً اللي هو تاني مؤسس مجموعة أمازون عنده هو كمان واشنطن بوست اشترى واشنطن بوست يعني أكبر رجل في العالم خاد تويتر تاني واحد اللي هو بيسوس اللي هو ملك أمازون اشترى واشنطن بوست قدام حضراتكم اشترى الجريدة العريق يعني تخيل لو عندنا في مصر حد اشترى الأهراب مثلاً يعني هو واشنطن بوست أكبر أكبر صحيفة أمريكية اشترىها تاني أغنى رجل في العالم اللي هو بيسوس جيف بيسوس اشترى واشنطن بوست لحماية مصالحه للتعبير عن رأيه للتأثير بيها على الآخرين الإعلام سلاح قطير الإعلام سلاح قطير وعايز أقول له حضراتكم إن احنا في ناصر عارفين هذا الكلام وخليني أرجع كنت أتكلم مع الدكتور عبدالله سعيد مبارح ولفت نظري حتى في مسلسل الاختيار والشيء بالشيء يذكر إنه بيقول لي يعني في 2013 و14 و306 يعني حتى مسلسل الاختيار جايب الصحافة اللي كانت داعمة للدولة في هذا التوقيت كانت الصحافة يعني الوطن جديد الوطن والمصر اليوم والشروق واليوم السابع اللي هو الصحف الخاصة الصحف ذات الملكية الخاصة هي اللي كانت والدليل إنه مسلسل الاختيار فيه أرشيفه وبأرشف وبيجيب من الأرشيف جاب من أرشيف الصحف دي بيدور على عنوان معين بيخدم السياق الدرامي ما لقاشي كلام ده ولا في الأهرام ولا في الأخبار ولا في الجمهورية لأنه ساعتها في الأهرام كان مين مازك الأهرام همدوح الوالي ومين 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 الفاكرين للقصص دي بالتالي عايز أقول إنه الصحف الخاصة انتصرت لي إرادة الشعب المصري وعكست هذا في فترة تلاتين ستة الفين و تلاتاشر يبقى الصحف الخاصة رغم إنها كانت مملوكة لي ناس يعني رجال أعمال ومستثمرين وغيره اللي إنه في الفترة دي عكس فترة الفين و تلاتاشر إن الصحف الخاصة والمحطات الخاصة كانت هي اللي خرابت الدم وأنا بقول بشكل المفروض حد من أساسة الإعلام يعمل لنا الدراسة على تأثير الصحف و توجه الخط التحرير للصحف مع الأحداث السياسية ماشي مع الشعب ولا مع السلطة ولا مع المسواء عايزين حد يدرس لنا يشوف سياق يشوف سياق جريدة زي الوطن من ساعة ما تنشأت عندهم الشهردة أعتقد مره عشر سنوات على جريدة الوطن كل سنوات هم طيبين كجريدة من الرائد المؤثرة و على فكرة طالعين في التقييم على مستوى العالم رقم ثلاثة على مستوى العالم في أكبر مشاهدات حصلت و دي فريدة لو عندك أبراهيم هتوالل سمع لو أقول عندكم التقرير هتقولي عما أتكلم يعني أيضا خلينا أقول أنه في 2011 في مصر كان كل رجل أعمال عندهم حق بتخدم على مصالحه شوفنا هذا الكلام من 2006 و 7 و 8 و 9 و 10 كل واحد بيتمترس وراه وسيلة إعلامية و شاري شوية صحفيين برضو و شاري شوية إعلاميين برضو أو بيستخدمهم خلينا أقول يعني بلاش شريه بيستخدمهم دا كان موجود وإحنا كلنا عارفين هذا الكلام يعني لكن إحنا الحمد لله مع 2011 و 12 و 13 الفترة السوداء شراء الزمم والمرتزقة في الإعلام وغيره كان فيه عندنا رئيس التحرير السمصرة كان عندنا رئيس التحرير السمصار و عندنا المزيع السمصار و عندنا المزيع الزعيم و عندنا رئيس تحرير الزعيم و عندنا السمصرة و عندنا المرتزقة و عندنا كل دا كان موجود يا جماعة ما إحنا عارفين كل الناس عارفين كل حاجة بقول تابع موجود النهاردة لما أجي بتكلم على أغناء أغناء العالم عندهم منصات و عندهم صحف بقول إن دا مش سلوا بلدنا دا نمط عالمي موجود و كذلك الدول الدول لازم يكون لها ظاهير إعلامي ظاهير اعلامي حقيقي قوي مش مترقل مش ضايع مش تاية الظاهر الاعلامي اللي يقفر الدولة يبقى قوي يبقى واضح يبقى عارف احنا رايحين فين مش تاية مش بيهيم على وجهه مش عنده مشاكل بس بيحلها وخلاص مش بيطف حراية انا محتاج ان يكون عندي وسائل اعلامية مملوكة للدولة مش عيب مملوكة للاشخاص مش عيب مملوكة للمستثمين مش عيب لكن عندي مشروع وطني عندي مشروع وطني يا جماعة دوتش فيلا مملوكة للحكومة الالمانية البي بي سي مملوكة للحكومة البريطانية الحرة مملوكة للمخابرات الامريكية مش عيب الناس بتعمل كده وإحنا بس اللي عملين اقطع في نفسنا والقول احنا عندنا في مصر انا برضو بقول للناس المنتقل وضوح جدا احنا كان عندنا عملية اختراق للإعلام قبل 2011 قدى الى 2011 وعند استيعاب لناس رأسات عرصة مصرة ومزعين سمصرة وزعماء وكل كان موجود الدولة الناس مخطوضة على بلاتها انتو سيبين الإعلام الإعلام تخرب ومستوعب والناس كل واحد بيكلف واحد بيدافع عن دولة برة واحد بيدافع عن جماعة واحد بيدافع عن رجل أعمال واحد بيدافع عن مين ومين بيدافع عن الدولة المصرية ما كنتش في حد إلا القليل بلاش التعميل مين كان بيدافع عن مصالح الناس إلا القليل الناس اللي بتطلع بميت وش اللي بينافق العوام عشان يسقفوله اللي عايز يبقى معارض عشان يكسب من معارضته ده أكتر استثمار في مصر كان موجود في هذه الفترة الذين يستثمرونه في المعارضة أقول لا أ عشان أكسب أكتر أبقى نجم أكتر ما أخد بالك في وقت ملقوات اللي بيقول آه بيبقى تعبان اللي بيقول نعم للدولة والدولة الوطنية بيتهم في عرضه وفي قرمته وفي شرفه وفي حياده وفي مهنيته اللي بيقول لا أ بيكسب بيكسب شعبية والناس بيتميل دائماً اللي بيقول لا أ يقول لك يعني حتى بداية الإيمان لا إله إلا الله عموماً يعني خليني بس أنا كلام جاب بعضه لا خليني ما أبعدش عن الموضوع الأساسي بيسوز اشترى واشنطن بوست الملياردير المكسيكي اللي من أصل لبناني كارلوس لويس سليم حلو ده نيويورك تايمز اشترى حسيته تكبر فيه نيويورك تايمز يبقى عندي في أمريكا واشنطن بوست ونيويورك تايمز رجال أعمال يستحوزوا عليهم يا جماعة رجال أعمال يستحوزوا عليهم والمستثمر مايكل بلومبرج اللي هو عنده مجموعة بلومبرج اللي فيها 2000 مراسل حول العالم وعندي مردوخ اللي هو الروبورت مردوخ المؤسس ورئيس مجلس دارة الرئيس تنفيذي لشركة القبضة للإعلام الدولي عنده فوكس نيوز وكل رجال الأعمال العالمين عندهم محطات فضائية أو شركات محطات فضائية لكن خد بالك تلتزم هذه المحطات أن هي تبقى مهنية يعني مهنية يعني إيه يعني يبقى واضح مع الناس يقول له أنا مملوك لمين وتمويلي إيه وبعمل حساب مين عشان ما اخدعش المواطن فإحنا بنقول هنا إحنا في مصر مش عيب أن يبقى عندي محطات فضائية مملوكة ملكية للدول ده هو الواجب كده ومش عيب أن يكون عندي كل الدول العالم كده يا جماعة شغالين أنا بقول إحنا في هذا التوقيت علينا أن يكون لدينا الإعلام اللي يفهم يكون فاهم الحكاية أصلها إيه الحكاية أصلها مش سهل الحكاية معقدة ومركبة والحالة المصرية شديدة الخصوصية محتاجة كل واحد بيشتغل في الإعلام قبل مطلع وأنا قاعد هنا دلوقتي مسؤول مسؤولية عظيمة أمام حضراتكم كمشاهدين أمام التاريخ وأمام ربنا طبعا من قبل ومن بعد وأيضا أمام الخط العام اللي المحطة حطاه اللي هو منبسق من التوجه العام للدولة المصرية إحنا مش شغالين في جزء منعزلة مش كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها ولا عايز يقول حاجة يقولها لأن إحنا بنخاطب رأي عام بنخاطب رأي عام فبالتالي يكون عندنا وعي كون فاهمين الحكاية إيه الحكاية مش كلام بيتقال مش قصص منفصلة بنقولها الحكاية حكاية كبيرة جدا خلينا أقول إحنا عندنا مشروع إصلاح كبير اسمه بناء الدولة عصرية مصرية حديثة إحنا بنحاول نحافظ على الدولة أنها تبقى باقية بقاء الدولة وبناء الدولة في هذا الإطار بنعمل حاجة اسمها جمهورية جديدة جمهورية جديدة وأفكار جديدة بإنسان جديد بتعليم جديد بصحة جديدة بسكن جديد بغيره وإحنا ماشيين في الطريق من 2013 لغاية دلوقتي اتعرضنا لمجموعة مطبات وأزمات شديدة شديدة الخصوصية أزمة الإرهاب كانت الأصعب خلت مننا خيرة شبابنا ضاعهم راحهم ارتاقوا شوهداء تكلفة دم وأرواح أول مطب اتحملوا الشعب المصري اتنين 2016 قررنا أن احنا ناخد معركة الإصلاح الاقتصادي ومشروع ضخم جدا لإعادة هيكالة الاقتصاد كلفنا من ضروحنا ومن صحتنا وكلفنا من بيوتنا وجيوبنا لكن نجحنا الحمد لله أن احنا نكتاز هذه المرحلة وشوفنا نهائجنا اقتصادية من 16 17 18 19 وصلنا المراحل المحترمة جدا لكن جات أزمة كورونا نتيجة الإصلاحات اللي عملناها في 16 17 18 استطعنا ناقف أثناء أزمة كورونا ونؤدي أداء الناس كلها أشارك بيه في ظل الأزمة خرجنا من أزمة كورونا الحمد لله بنصلب طولنا قامت أزمة التضخم العالمي نتيجة أسباب كثيرة مناخ ومنتوج هزائي قل إلى آخره وإحنا نسا بنرتب خطة لمواجه التضخم تقوم الحرب الروسية الأوكرانية تؤدي إلى مزيد من الضغوط علينا أربع خمس مطباط بس من فضلك مش بيحت عشان أتسلة لكن بفكرك مع بداية أزمة الإرهاب شككوا فينا وقالوا الإرهاب وولاية سينة سيطروا على البلد عملوا وعملوا محاولة الإنهاك معنوياتك لكن انتصرنا مع بداية الإصلاح الاقتصاد في 2016 ودعويم سعر الصرف قالوا البلد هتخرب وتثلس ده خلاص هتشر إفلسها ده مدد دولار يبقى بـ 250 جنيه كلام اللي تسمعته كله من مكينة الشائعات اللي بتقودها أهل الشر لكن انتصرنا عليها الحمد لله دخلنا بعد كده على كورونا مع أول يوم فاكر كنتوا بقى في هذا المكان وقول البلد الحكومي قالوا لك انت كداب انتوا بتكذبوا انتوا عندكوا كذا انتوا كذا وأهل الشر المكينة شغالة للشائعات ان الدولة فشلت في إدارة ملفة أزمة كورونا لكن انتصرنا احنا دلوقتي دخلين في أزمة جديدة اللي هي أزمة الاقتصادية المركبة تضخم وحرب الروسية وتأثيرها علينا المكينة شغالة دلوقتي أيضا انا بفكركم بس انه مطباط بنعديها وبننتصر لكن الكفالة الأساسية والشرط الأساسي ان نكون يدا واحدة